السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي هنا شجرة الأفوكادو وهي مصابة بمرض يسبب لها جفاف في أطراف الأغصان كما تلاحظون هذا المرض هو مرض فطري ويسمى بالموت الرجعي وذلك لأنه يظهر في قمة الأغصان ويبدأ بالانتشار بشكل عكس هذا المرض أصدقائي يظهر في العديد من الأشجار ونباتات الزينة وفي هذا الفيديو سنشارك معكم طريقة التخلص منه أولا سنقوم بتقليم الغصن الجاف لن نقوم بالتقليم مباشرة تحت المنطقة الجافة وإنما نأخذ مسافة بعيدة قليلا عن المنطقة الجافة ونقوم بالقطع وذلك لأن المرض ينتشر ولا يظهر تأثيره إلا بعد فترة ولذلك من الأفضل أن نقوم بالتقليم من تحت أول تفرع لدينا ونحرص أن يكون المقص معقم جيدا وبعد ذلك سنحتاج إلى مبيد فتري مبيد فتري جهازي تأكدوا من أن يكون جهازي أنا الآن غير متوفر لدي لدي هذا المبيد الفتري وهو غير جهازي نقوم بخلط المبيد الفتري إما بقنينة متقوبة أو ببخاخ ونقوم برش الغصن جيدا ورش كامل الشجار ونقوم بإزالة الأوراق المحترقة لاحتمال إصابة شها بالمرأة إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أتمنى أن يكون قد نال إجابكم وتكونوا قد استفدتم ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر